سلام عليكم وارب تكونوا بخير وسحة وسعيدة ان شاء الله النهاردة هنرسم الفنان احمد سعد وهنبتدي نستخدم القلم الفحم والقلام الرصاص وهنبتدي نرسم مع بعض مش هطول عليكم كتير جاهزوا ادوات الرسم ويلا بينا علشان نبدأ اول حاجة هبتدي احدد منطقة الحجب بعد كده هبتدي احدد منطقة العين وابتدي ادمجها بأداة الدمج طبعا استخدمت هنا القلم الفحم في رسم منطقة الحاجب ورسم منطقة العين وابتدي اخد الزل بتاعها وابتدي اظلل بقية منطقة العين عندي بعد كده هبتدي اشتغل على الاماكن اللي محتاجة زل اكتر وابتدي اظللها وابتدي اشتغل على منطقة الانف وابتدي احددها بأداة الدمج وابتدي أستخدم الألم الرصاص وابتدي أحدد الأماكن اللي محتاجة ظل أكتر وابديها بدرجة ألم أغمى شوية طبعا بالنسبة لألم الرصاص والألم الفحم بيكون ممتعين جدا في الرسم وبيدوا نتيجة حلوة قوي بعد كده أبتدي أشتغل على منطقة الأزن فابتدي أحدد منطقة الجبهة واستخدم أي أداة تامج متوفرة عنتي أنا استخدمت هنا المدعاكة تدعوا تستخدموا قطن أو تستخدموا أي حاجة متوفرة عندكم تدعوا تدمجوا بيها منطقة الجبهة بعد كده ببتدي أستخدم الألم الرصاص وابتدي أن أنا أتأل أكتر منطقة الجبهة علشان تظهر معي طبعا كل حاجة بتظهر معي بالتظليل ببتدي أن أنا أتأل إيدي أكتر في الأماكن اللي محتاجة تتاخد ظل أكتر علشان تدي مساحة أصغر شوية للجبهة طبعا كل واحد بيختلف حسب شكل الجبهة بتاعته عاملة زي لو كانت المساحة عندي كنزة شوية ببتدي أن أنا أغمها أكتر علشان أتتضح معي بعد كده ببتدي أستخدم الألم الفحم وابتدي أحدد منطقة الشعر ببتدي أشوفي اتجاه الشعر جاي منين وبنان على كده ببتدي أن أنا أمشي بالألم على اتجاه الشعر زي ما أنتو شايفين كده ببتدي الشعر يظهر معي أكتر كلنا ببتدي أتأل إيدي ووضح شكل الشعر أكتر بعد كده ببتدي أستخدم أداة الدمج وابتدي أدمج الدرجات مع بعضها بعد كده ببتدي أحدد شكل الأزن اليمنى وببتدي أستخدم الألم الرصاص واستخدم معيها أداة الدمج طبعا لو في عندي أخطاء أو زيادات عندي ببتدي أمسحب الأستيكة وبعد كده ببتدي أعيد تاني على الأماكن اللي محتاجة تكون أغمأ عندي أكتر علشان تتضح بعد كده ببتدي أكمل بقية تظليل الوجه طبعا بعد ما قانته من تظليل الوجه عندي هبتدي أحدد منطقة الشارب ومنطقة اللحية ببتدي أظللها وابتدي أشوف اتجاه الشعر جاي منين وابتدي أنا على كده ببتدي أشتغل على هذا الاتجاه طبعا تظليل الوجه عندي مش كامل كده تماما أنا هبتدي أرجع عيد عليه تاني هبتدي دلوقتي أحدد منطقة الفم وابتدي إن أنا أظللها ببتدي اعيد تاني على شكل اللحية وارجع تاني لاماكن الوجه اللي محتاجة تصليلة علشان تبتدي تتضح معي اكتر الخطوة اللي انا هبتدي اشتعل عليها دلوقتي وهي اني ابرز ملامح الوجه من خلال التصليل ببتدي اشوفي الاماكن اللي محتاجة تتاخد زلة اكتر علشان يظهر معي الوجه زي ما انتو شايفين في الاول كده حيثوا ان الاضاءة بتاعتها مش واضحة قوي او مش متاخد زلة او مش مبين شكل ملامح الوجه بطريقة واضحة اكتر ببتدي ان انا ابرزها من خلال الزل طبعا الزل اللي يتجاه ببتدي اشوف الرسمة او الصورة الاساسية وبنانا على كده ببتدي امشي بنفس اتجاه الزل علشان يجيب الملامح عندي مزبوطة ببتدي استخدم القلم الرصاص ببتدي اشتغل على اماكن الزل طبعا كل خطوة انا بعملها بتكمل بعضها لما ببتدي اعيد تاني على الاماكن بتاعتي بتاعت الشعر بتاعت الجبهة علشان تبتدي تتضح معي ببتدي ملامح الوجه تظهر اكتر وابتدي امسح بالاسديكة الزيادات او الحاجات المحتاجة تتمسح وابتدي اظلل اماكن الوجهة اكتر علشان تبان معي وابرجع اعيد على الاماكن اللي محتاجة تتاخد زل اكتر علشان ابرزها زي منطقة العين كده هعيد هنا على منطقة اللحية علشان الدرجة تبان معي اكتر طبعا درجة اللون بتضعف معي لما بكون بظلل بيبتدي اللون يروح مني فابتدي ان انا اعيد عليها تاني علشان تتاخد الدرجة تكون اغمى شوية وابتدي احدد هنا شكل اللبس طبعا الشرط اللي انا بحددها دي اماكن الزل او الكسر اللي موجودة في الجاكت علشان تتضح معي وانا بظللها ببتدي استخدم اداة الدمج وابتدي اخد من درجة اللحية اللي موجودة عندي وابتدي احدد بيها منطقة الرقبة وابتدي اخد منها برضو وحدد بيها شكل الجاكت ولو حبيت ان انا استعين بالقلم الرصاص ببتدي ان انا استخدمه ببتدي هنا استخدم القلم الرصاص وابتدي احدد شكل الجاكت اكتر علشان يبان معي وبتدي انوع في درجات الالم الرصاص حسب اماكن الظل اللي موجودة عندي علشان يديني الشكل طبيعي اكتر طبعا بعد ما بستخدم الالم الرصاص ببتدي استخدم اداة الدمج وادمج الدرجات مع بعضها وارجع تاني استخدم الالم الرصاص وبكده اكون انتهيت من شرح الفيديو النهاردة استندوني الاسبوع اللي جاي بفيديو جديد لتعليم الرسم وما تنسوش تضغطوا على كلمة تابسكرايب اسفل فيديو الاشتراك في القناة ولايك لو اعجبكم الفيديو وشير لو حابين تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم شيرين صالح